السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف صلاح البتني قبل ما بدأوا فيديو تارنطان هاليو ما تنسوش تصلي وتسلموا على رسول الله لأفضل صلوات هذه مداش حال ما حضرت لكم شوصفة بالشوفلر وبزاف مشتركات اللي تلبوا عليها وصفت بالشوفلر اليوم ان شاء الله رح نقطع عليكم هاد الوصفة اللي هي عبارة عن كورية شوفلر بدون لحم بدون دجاج محشيين بالفورماج رفقتهم بسلسة حمرة وايضا بكريمة البشامل ويجيوا بزاف بنان ورح تفرحي بهم العائلة تاك خليكم ذاكم على الوصفة نبدأ على بركة الله اول حاجة عندي راسة شوفلر حوالي في زوش كيلو نقطعوه كما نقطعوه شوفلر عادي ورح نغسله طبيعة الحال وهذوك ايضا الاماكن هذوك اللي يجيوا فيهم الاطراب لازم ننحيوهم طبيعة الحال نحيو ايضا ذوك الاغصان اللي شو يخشان ومن جهة اخرى رح نجيبو كوكوتا نديرو فيها شو ياما يعني انا رح صراحة رح ننفور الشوفلر من الاحسن انكم تفوروه احسن من اللي تسلقوه وايضا حاجة وحدة ما تطيبوش شوفلر تحكم بزاف رح نديرو لنا زوج ورقة انتعرند ونزيد اللي هنا نجيب حوالي فص والازوج انتعثوم نقطعو ايضا على شكل شرائح بهذا الشكل ونزيدلو شوية تاع الملح وشوية انتع الفلفل لكحل ونغطى عليه ونخليه حوالي نصف ساعة ونطفي عليه ما تخليوش يطيب لكم بزاف لانه يطيب بزاف من بعدها ما تقدروش اتشكلوه كوريات يعني هذه النصيحة اللي نصحكم بها الاولى الوقت اللي نخليوشوفلر تحنا ايفور ونروح نجيبو مقلة نديرو فيها شوية زيت عندي ثلث سنة نتع الثوم نرابيتهم فلاراب الرقيقة ونزيدو نجيبو ملعقة ما تكونش ملوء اتع تماطم مصبرة رح ناخد مصاص الطماطم نزيدو شوية تاع الهريسة نقليو مليح هذيك الهريسة وهذيك الثوم مع هذيك الطماطم باش نحولها لا سي ديتي عندي زوج حبات نتع تماطم يكونوا شوية طيبين قطعتهم ايضا المربعات صغيرة وضفتهم على هذيك الطماطم المصبرة والهريسة والثوم ومن بعد الهنا رح ندويهم بالملح والفلفل لكحل فقط ما تديرو حتى تواب الاخرى وعندي ايضا شوية انتع المعدنوس رح يزيد ايها بالناء اكثر واكثر والهنا نخليوها على نار قليلة ومر على مرة نعبزوها بسباتيول ولا بفرشيطة يعني باش تتعبز لنا كامل كما قد تكمزت لها شوية على الملح ونخليها ومن بعد لنا كنشوها بدات الطيب نضيف لها شوية انتع الماء حوالي 4 كاس تعمى والنص كاس تعمى ونخليها تكمل طيبها حتى نشوفها بدات تشرب هذوك السوائل من جهة اخرى كما شتوش شوف لها تعيب بعد ما طاب درت له ملعقة تشابلور او خبز يا بس مرحي درت له ايضا شوية تعلمعدنوس بالنسبة لتوابل ندلو توابل تعد دجاج عادي عنا الكمون الكركم زنجبيل فلفل الكحل الملح شوية على الكسبر وعندي ايضا فرمايج طارتيليس هذا اللي ديما نخدم به معاكم من مجموعة تباتنا تشيز وندخل هنا كام المكوينة ايضا كنعودو نعبزوه فاشو فلور تعنا حاولو ما تعبزوه شو بزاف حتى انترجعوه يعني كيلا بيرينو عبزوه يقعد الطرف طرف صغيرة من جاء اخرى نجيبوه حباتنا تعالبيض نخبطوهم ونجيبوه شوية فارينا وشوية تعالى شابليور ومن بعد الهناك كما كنت شوفوه نهز الكمية تعنا نتعشو فلور ندلو فرماج في النص ونغطوها يعني يبيدون استعانة بالزيت ولا بالماء من بعد نحط هذيك البول البول في الفارينا نعود زي نغطصها في هذك البيض عفوا ومن بعد نزيدو نعودو نهزوها ونحطوها في هذيك الشابليور راح تشوفوها راح نقرب لكم الصورة اكثر واكثر بهذا الشكل نزيدو حبه على الساري نهزو كمية نبسطوها شوية بين يدينا نديرو حفرة في النص ومن بعد نغلقو عليها بهذا الشكل كما قلت لكم انكم اللي شوف اللي رتعكم ما طيبوش بزاف حتى يولي طول يعني طريب بزاف وايضا كي تعالوا تعبزوه في الفرشيطة ثاني ما تعبزوش بزاف حتى يولي بيوري نحطوه في الفارينا البول ومن بعد نعودو نحطوها في البيض ونعودو نرجعوها في الشابليور بهذا الطريقة ومن بعد نحاولو 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 هذا الشابليور ذاك اللي بزاف ونعودلوها بنيت دينا ومن بعد من جهة اخرى نجيبو كسرو هنا ونضلو فيها شوية زيت لانا كما شدرتنا فيه كسرو ما درتش مقلو باش اجي زيت شوية طالعة وايضا ما تدلكم زيت بزاف ايضا هذي هي واللي هنا نقعدوه ونقلبوه في هذو كليبول تاعنا طبيعة الحال النار تكون متوسطة ما تكونش قاوية باش يطيبونا الداخل وبره وياخذو لون محمر ومن بعد لهنا نحيوهم بهذا الادات باش نقطرهم اللي حمل هذيك الزويوت ونحطوهم على ورق مص للزويوت ونكمل طيب كامل كمية شوفوا لي بول تاعنا ديو ما شاء الله دقوا رحو نخدموه كلمة البيش عمل اللي هنا كلمة البيش عمل انا درت ملعقة انتع الزوبتها وزيت لها ملعقة انتع فارنا هو يعني في الاصل يديرو ملعقة تعمار غارين مع زوج بها لعقة فارنا ونضيفو زوج كيسان انتع الحليب ونخلطوه اللي هنا باش ندويوها تديرو ملح فلفل اللي كحل كنحتى لي دير الثوم وزيت لها اللي هنا بفرماج ترتيليس حوالي ملعقة ولا زوج ملعقة بس زوج جبننا اكثر واكثر واللي هنا نذوبو هذك الفرماج مع ذاك الحليب وندخلو ذاك الملح ايضا والفلفل اللي كحل كامل مع بعض بهذا الشكل حتى نتحصلوا على قوام يكون كريمي نروحو نجيبو صص الطماطم نديروها كطبقة اولى او نديروها هي الاولى في القلب انتعنا انا درت في هذا القلب الزجاجي انتم ما دلوا اي قلب كان عندكم تقدروا الدهنو بشوية زيت اذا كان يلسق ونحطوا هذو كليبو لتعنا بالترتيب بهذا الشكل يعني يجو بزاف بنان مع ذي كلاسوس وايضا المزيج تعلال بيش عمال روعة روعة ومن بعد لها نجيبو كريم تلبيش عمال ورح نفرغوها على هذك الوجه تاع الكورية تاعنا شوفوا القوام تاحا وهي من بعدها كيزود نطيبوها في الفرن رح نزيد شدروها اكثر واكثر ومن فوق رح ندلها فرماج ارابي انا عندي فرماج طارتيليس هذا من مجموعة تباتنا تشيز نديرها الوجه شوفوا باش يذوب لكم الفرماج اكثر واكثر لازم تكثروا الفرماج كيتديروه على الوجه لازم تكثروا كمية يعني يديري طبقة لبأس بها يعني كيتديري كمية قليلة كما هك ماهوش رح يذوب لكم على 100% وانا كما كنت ترى ذب كما قلتكم هذا تارتيليس روع من مجموعة تباتنا تشيز اشفاعوا اللون بالاج ورح تلقاهوا ان شاء الله في السيوبيرات وهذه هي النتيجة الاخيرة القلب بتاعنا او العفو طبق بتاعنا له حاضر معنا شاهدكم بالصحة وصلنا نهاية هذا الفيديو اذا عجبتكم لفيديو تعنات عنه اليوم معليكم الى تكثروا لي من اللي جام تكومنتوا إذا عجبتكم قناتي معليكم إلا تدلوا اشتراك ولا اابون تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديدين تاعمى بقالي نقولكم شاهدكم بالصحة بل احسن انكم تخذوا طبق تاكم شوية يبرد باش زي ذلك اللي بيشامل تحكم روحها اكثر واكثر وشوفوا الهنا كفاش تجي محشية بالفرماج روعة روعة والله العظيم غير اطفال تاكم رح يهبلوا على هذا الوصفة وايضا الازواج تاكم رح يقولوا دائما يقولكم خدموها انه إذن هذا هي طلوا في روحكم تلقوا في عد اخر مع وصفة اخرى والسلام عليكم